يقول إذا صليت في البيت جماعة هل يكون لي مثل الأجل الذي أكسبه عند ذهاب إلى المسجد جداكم الله خيرا يجب على المسلم أن يصليه المسجد إذا سمع النداء قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب ألا صلاة له إلا من عذر قيل من راوي وما العذر قال خوف أو مرق ولما جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم استهدنه أن يصلي في بيته لما يلقى من المشقة لطريته إلى المسجد وليس له قائد قال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب ألا يجوز الإنسان أن يصلي في البيت ولو كان معه جماعة يواجب عليهم جميعا أن يصلوا في المسجد مع المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم أما يحرق قنوة المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بالنار مع أنه يحقن لأنهم كانوا يصلون في بلوتهم جماعة أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم عدم حضورهم إلى المسجد وهم أن يحرق عليهم بلوتهم بالنار ولم يمنعه من ذلك كما جاء في الرواية الأخرى إلا ما فيها من النساء والذرية الواجب على السائل أن يتقي الله وكذلك من معه أن يتقوا الله وأن يصلوا في المسجد مع المسلمين ترجمة نانسي قنقا على قكسون ترجمة نانسي قنقا أسعجت